بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون الكرام أعظم الله أجورنا وأجوركم وأجور الأمة الإسلامية في هذا المصاب الجلل ونحن نمر بهذه الأيام في ذكرى الفاجع الأليمة ذكرى عشراء الحزن والمصاب نود أن نبين لكم في هذه الحلقات بعض محطات النهضة الحسينية وعطاؤها وما تحمل في طياتها من مآثر ومن دروس وعبر ينتفع منها الإنسان بل لا يمكن للمؤمن ولكل إنسان فاعل يعمل دوره في هذه الحياة إن لم يقتدي وينتفع بهذه النهضة العظيمة فقد فاته الكثير أيها الأحبة نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه النهضة العظيمة هذه النهضة وإن كانت واضحة عند المؤمنين بالواقع على مر الدهور يتحدث العلماء والخطباء والفضلاء بهذه النهضة إلا أن المشككين والمناوئين للخط الحسيني وللخط العلوي يحاولون وفي كل عام نعم هم يرفعون من جهودهم للتشكيك بهذه النهضة فنحن وإياكم نبدأ هذه الحلقات بهذا السؤال أولا هذه النهضة التي أخذ صداها وملأ صداها كل العالم هل كانت تخطيط لها بشريا كيف يعني هل أن الإمام الحسين عليه السلام بحساباته وبرأيه ارتأ أن يأتي إلى العراق وأن يصلح الأمة من ذاته أو أن هذه النهضة كسلسلة من أوامر إلهية ابتدأها النبي صلى الله عليه وآله وتختم بصاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف في الواقع أيها الأحب المتتبع المنصف لنهضة الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه يرى أن هذا الأمر أمرا إلهيا كيف تعلمون أيها الأحبة أن الخطب التي ألقاها الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه وهو يخبر الناس بشهادته في المدينة وفي مكة وفي الطريق تبين أن الإمام صلى الله وسلامه عليه يسير على خط رسم له من قبل النبي صلى الله عليه وآله وهذه المسألة ليست مسألة استنتاجات فقط بل ورد في الكتب المعتبرة في كتب الفريقين روى الطبري والبلاذري وروا كثير من المحدثين من علماء الجمهور ومن مؤرخي الجمهور وكذلك من علمائنا فتعالى إلى هذه الرواية التي يذكرها الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في الكافي الشريف فقد أخرج العمر عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله جل وعلا أنزل إليه جبرايل وقد دفع إليه كتابا وقال له يا حبيب الله إن الله يأمرك أن تدفع بهذه الوصية بهذا الكتاب إلى النجبة من آلك فجاء بهذا الكتاب وإذا به كتابا قد ختم له إثنى عشر خاتما فدفع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ففك خاتما منه وعمل به وأيضا الإمام سلام الله عليه دفعه إلى ولده الحسن وفك خاتما منه وعمل به ثم دفعه إلى الإمام الحسين صلى الله عليه وعمل عليه ففك خاتما منه وإذا به مكتوب في هذا الخاتم أن أخرج بقوم معك إلى الشهادة ولن ينال الشهادة إلا معك واشتري بنفسك دين الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة أن الإمام صلى الله عليه وسلامه عليه سار على هذا المنهاج ونحن إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة نبين لكم الأدلة الأخرى على أن الإمام صلى الله عليه وسلامه عليه كان هدفه هدفا واضحا وقد عمل للحصول على ذلك الهدف نعم وقد طبق ما أمر به وفتح الإمام الحسين عليه السلام ذلك الفتح الكبير لا فتحا أسكريا ولكن فتحا ذلك الفتح هو تأييدا للمشروع الإلهي وتثبيتا لدين الله سبحانه وتعالى فحبذا نرجو منكم أن تستمعوا إلى الحلقات القادمة حتى تتضح لنا الصورة إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق للسير على طريق أبي عبد الله على نهجه القويم الذي هو نهج السماء وأن يسجلنا في سجل السائرين والمعزين للنبي صلى الله عليه وآله بهذه الفاجعة الأليمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين